المستشار النمساوي لم نرشي المواطنين قبل الانتخابات رئيس وزراء الهند يزور النمسا للمرة الاولى منذ واحد واربعين عاما البرلمان يقر قواعد جديدة للسكك الحديدية ولوحات السيارات والنمسا تعلن عن عدد السيارات المصادرة بموجب قانون السرعة وأخيرا انطلاق أعمال بناء خط الترامي الجديد رقم 12 في فينة وفينة تلغي عرض مباريات كأس أمم أوروبا بسبب العنف مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة دافع المستشار النمساوي كارل نيهاما عن توزيع الإرادات الإضافية الناجمة عن إلغاء التدرج الضريب البارد مؤكدا أنها ليست رشوة انتخابية وأوضح نيهاما أن الإرادات الإضافية التي تقدر بـ 650 مليون يورو ستوزع على المواطنين لتخفيف العب عنهم وأكد أن هذا الإجراء هو وفاء بوعد انقطعته الحكومة وأشار نيهاما إلى أن الإصلاح الضريبي يهدف إلى منح الناس المزيد من المال في جيوبهم وأن الأموال الناتجة عن التدرج الضريب البارد كانت دائما من حق الناس كما أكد نيهاما أن تشجيع الانتقال من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل سيكون أكثر جاذبية يقوم رئيس الوزراء الهندي ناري دندارا مودي بزيارة رسمية إلى النمسا يوم الثلاثاء المقبل وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود وأعلنت المستشارية النمساوية أن الزيارة ستستمر لمدة يومين حيث سيصل مودي قادما من موسكو بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وسيلتقي مودي بالمستشار نيهاما وسيعقبه مؤتمرا صحفيا ومن المتوقع أن تركز المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الدولية كالصراع في غزة وأوكرانيا والأزمة في أفغانستان بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأسيوي الأوروبي في مجالات الطاقة والهجرة وافق البرلمان النمساوي على تعزيز حقوق ركاب القطارات بما يتماشى مع قرار أوروبي حيث سيحصل الركاب على تعويد ليس فقط في حالة إلغاء أو تأخير القطار ولكن أيضا إذا تأخرت رحلتهم بسبب امتلاء القطار وتهدف تعديلات القانون التي مررت بالإجماع إلى تمكين ردود الفعل السريعة على مشكلات السعة كما تم التوافق على وضع قواعد جديدة لتخصيص لوحات الترخيص لضمان عدم الموافقة على لوحات الترخيص المسيئة خاصة تلك المرتبطة بالدوائر اليمينية المتطرفة مع معارضة من حزب الحرية وتم التوافق أيضا بالإجماع على اتفاقية لتمويل خط سكك حديد لينز الإقليمي بتكلفة تقديرية تبلغ 939 مليون يورو أعلنت السلطات النمساوية عن مصادرات 70 مركبة منذ بدء تنفيذ الإجراء في الأول من مارس لمصادرة سيارات السائقين المسرعين بشكل كبير وصلتت صحيفة ديستاندر الضوء على حالة رجل يبلغ من العمر 26 عاما تم توقيفه في ولاية تيرول بسبب القيادة بسرعة 180 كم في الساعة في منطقة تبلغ سرعتها القصوى 80 كم ووفقا للقانون الجديد يمكن مصادرة السيارة مؤقتا إذا تجاوز السائق لحد الأقصى للسرعة في المناطق الحضرية وبالنسبة لمن لديهم السجل في سباقات السيارات غير الشرعية يمكن مصادرة سياراتهم مدى الحياة وبيع السيارات المصادرة في المزاد بدأت فين أعمال البناء خط الترام الجديد الثاني عشر والذي يهدف إلى تحسين الربط بين أربعة أحياء في العاصمة ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الخط في خريف عام 2025 وسيربط الخط الحي الثامن والتاسع والحي العشرين والحي الثاني ببعضهم البعض حيث يبدأ المصار من محطة يوسف شتيتشتراسة أو زيكس إلى محطة هيلرشتراسة النهائية وسيشمل خمس محطات جديدة ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول وتقليل أوقات التنقل بالإضافة إلى ربط منطقة نورد فيستبان الجديدة التي ستضم مساكن لستة عشر ألف شخص بحلول عام 2035 ورغم بعض الانتقادات من السكان بشأن الضوضاء وفقدان مواقف السيارات بدأت أعمال البناء بعد المواجهات التي شهدتها منطقة العرض المباشر لمباريات كرة القدم في محطة فيينا المركزية خلال مباراة النمسا ضد تركيا قررت هيئة السكك الحديدية النمساوية عدم بث مباريات يوم السبت كإجراء احترازية جاء هذا القرار بسبب مباراة ربع النهائي بين هولندا وتركيا المقررة يوم السبت على الساعة التاسعة مساء حيث شهدت المباراة السابقة أعمال شهب وتدافع بين مجموعات كردية وسورية وتركيا وتم نشر عدد كبير من رجال الشرطة للسيطرة على الموقف وأوضحت هيئة السكك الحديدية النمساوية أنها وضعت خطة أمنية شاملة بالتعاون مع السلطات لضمان عدم تأثر سير العمل في المحطة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة ونهاية اسبوع سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة